اعلن وزير الخارجية السعودية عبدالجبير ان السعودية ستسعى لتطوير سلاح نويا في حال ساعة ايران لذلك وضف الجبير في تصريح لشبكة سيانان المركية ان الصواريخ الايرانية الصنعة التي تم تسليمها للحثيين تعدد دهاكا غير مقبول لقرارات الامام المتحدة فيما يتعلق بصواريخ الباليستية ويجب ان يتم محاسبة النظام الايراني على هذا السلوك وحذر الجبير النظام الايراني من مغبة تصرفاته الطائشة في المنطقة في عقاب اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مشيران الى ان السعودية تسعى بكل ثمن لتجنب عمل عسكري مباشر ضد ايران لكن سلوك ايران العداء يرقى الى اعلان حرب على السعودية ودول المنطقة اذا اتخذت ايران اي خطوة لحيازة سلاح نووي سيؤدي ذلك الى اطلاق احكام اعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق وانسحاب الدول الخمس الاخرى منه السعودية ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية شعبها ولقد اوضحنا موقفنا مسبقا اذا حازت ايران اي قدرات نووية سنفعل كل ما بوسعنا للقيام بذات الشيء الاتفاق النووي مع ايران الذي ابرم في عام 2015 لم يكن كافيا للحد من النشاط الايراني المزعزع للامن والاستقرار فالانسحاب الامريكي جاء بعد قناعة تامة من الرئيس ترامب بانه اتفاق ناقص غير شامل لم يكن الاتفاق سوى فرصة ذهبية بالنسبة للنظام الايراني للاستفادة من الاموال المجمدة في تطوير برامج اسلحة الدمار الشامل الى جانب تمويل وكلاء طهران في دول عربية بهدف التدخل في شئون تلك الدول واثارة الفوضى وتشويه المشهد السياسي فيها كما جرى في الانتخابات البرلمانية اللبنانية وهاهو يجري اليوم في الانتخابات العراقية ولعل برنامج الصواريخ الباليستية هو اكثر ما يثير مخاوف دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية عبر قيام النظام الايراني بتزويد جماعة الحوثي المولية له بالصواريخ الباليستية لاستهداف اراضي المملكة ومدنها وقاطنيها بقدرات يصل مداها للعاصمة الرياض القرار الامريكي الاخير والعقوبات المترتبة عليه استطاعت ان تعصف بمفاصل نظام الولي الفقيه باجنيحته السياسية والعسكرية حيث يستمر الارتباك والتخبط بين المسؤولين الايرانيين وعلى رأسهم الرئيس الروحاني فتارة يقول ان ايران لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق مع الدول المتبقية وتارة يصرح ويتوعد بقيام طهران بتخصيب اليورانيوم وفي هذا خرق صريح للاتفاق الذي يقول بان بلاده ملتزمة بتنفيذه المملكة العربية السعودية لا يزال موقفها ثابتا وصريحا تجاه النواي الايرانية حيث اعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح لشبكة ال سي ان 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 السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال سعت ايران لذلك اذا فان الضغوط تتزايد على النظام الايراني سعيا لنتحجيم دوره والحد من سلوكه المزعزع للامن والاستقرار كما ويعول الايرانيون على المجتمع الدولي لتقويم السلوك الايراني الخارجي والذي سينعكس على الداخل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة